طيب أدي سؤال شخصة شوية بس عندكم الرجل العراقي كتير لازيز كمان بس حسب ده تتعرف كيف كيف تتعامل مع الشخص يعني أنتو عندكم اللي بيحبوا الامرأة الكرم اللي بيعطيك الحب والحنين هيك شفت ما بعرف بعد شفتي او اختبرتي؟ شفت شفت لا مختبرت زاد لا ممكن تحبين بعد طلاقك؟ ما بعرف ما أنا ما بفكر فيها بترك الاشياء للوقت اي بس واحد يكون مهيئ نفسه او حلق مخص مهيئ ما هو أنت لما تكون مع شخص يب بتحس بشي كمستري يلا ما بتجبر حالك إذن سؤال شخص شوية بس ممكن يثير فضولي كثير من الناس تقريبا تسع سنوات زواج صحيح؟ تلتعاش تلتعاش سنة انا شايف لقاء قديم لما انكنت تسع سنة فتلتعاش سنة بدون انجاب هل هذا كان قرار انت تختي او الشغل؟ انا انا ايا عندي شجهة نظر بالموضوع؟ لا قرار اخدناه انا وياه والحياة تكملت يعني ما فكرنا بالموضوع كثير بقت اندمي على هذا القرار؟ لا 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 ما عندي اذا صار تجربة ثانية ممكن تتخلي نفسه القرار؟ بس انه ما عندي انه ندم او شيء انه صارت انا كتير انسانة كي بقولوا بترك الاشياء على ربي ماشي مع الوقت مع احساسي يعني ما بفوت اشياء ما تحسبي هذا عيد يعني ما بفوت السلبيات على حياتي ما بقولي الله ليش خلص الله هيك بدوه يعني اللي صار صار وخلص؟ ما تنعى عندي قناعة تمة يمكن مني مهيئة يمكن مني قادرة وقت ما بعرف يمكن او هذا اللي انتي ما بدني يعني ما فكرت فيها ممكن فكر فيها خمس دقايق او شيء بس قولنا خلص ليش وجع راسي شنو اللي يعوض عندك احساس الامة ممكن بالشغل واحد يتعوض ممكن بالحنوانات هلا عندي ابن اختي عندي ابنت اخي يعني مثل ولادي كأنه هاي يمكن مش نفس الاحساس بس انه يعوض عندي حب كتير اعتيلك كل اصحابي اللي بحبهم عندي حب يعني انا بحس انه الانسان موجود على هايدي الارض لا يعطي حب صحيح وياخد حب فما دخل اذا ولد او مش ولد في عندي اهلي بموت فيهم في عندي كام اصحاب بعطيهم قد ما بدي يعني وجودي ودعم واهتمام فما بحس بالنقص